من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية تنضم إلينا مرسلة الحدث غنوة يتيم سأل خير غنوة إذن منذ ساعة تقريباً كانت الغارة السادسة على الضاحية الجنوبية التفاصيل معك حول هذه الغارات الست والأوضاع في الضاحية الجنوبية صحيح أنجي قبل الساعة ونصف تقريباً كانت الغارة الأخيرة على منطقة البرج لبراجني في ضاحية بيروت الجنوبية ومنذ ذلك الحين هناك هدوء حذر يسيطر على المنطقة علماً بأنه كان هناك أيضاً تهديد لمنطقة الغبيري حتى الآن لم ينفذ هذا التهديد كان هناك غارات على حارة حريك أربع غارات ثلاث غارات على حارة حريك ووحدة بين حارة حريك وبئر العبد إضافة إلى منطقة الشيح كان هناك غارة على حارة حريك صباحاً الغارة الثالثة تحديداً هذه الغارة حدثت بدون إنزار وأدت إلى وجود إصابات طفيفة بين المواطنين المتواجدين هناك علماً بأن حارة الحريك تعتبر تقريباً خالية من السكان مع استهدافها الدائم منذ بدء هذه الحرب وأيضاً بشكل عنيف إضافة إلى أن هناك كان فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لفتاة كانت في منطقة الشيح أثناء حدوث الغارة وهذا الأمر أدى إلى إصابتها أيضاً عدا عن ذلك حتى الآن كما ذكرت هناك هدوء حذر ولكن طبعاً هناك تصعيد منذ أكثر من أسبوع هناك غارات توصف بيئة تدميرية هذا التصعيد يتزامن مع المفاوضات التي قد لا تكون قد وصلت إلى نهايتها لذلك يتوقع أن يكون هناك تصعيد بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة خاصة وأن هذه الطريقة الوحيدة ليكون الطرفان إن كان حزب الله أو إسرائيل بفرض شروطهما قبل التوصل إلى أي اتفاق بشكل نهائي حتى الآن ما حصل عليه لبنان وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه برهوة السودة رسمية هي الأولى منذ بداية هذه الحرب بحسب رئيس مجلس النواب نبيه برهوة السودة لا تحتوي على في كل ما يتعلق بالوثيقة الأمريكية المقدمة من 13 بند تقريباً إلى لبنان الغارات اليوم كان هناك ثلاث غارات على حارة حريك هل كان صدر بها انذارات بالإخلاء أم لا؟ وفي حال لا هل هذا يعني أنه كان هناك استهداف لشخصية ما في هذه المنطقة بكل هذه الغارات؟ كان هناك غارة الأول غارتين كان هناك انذار بهما كان هناك غارة ثالثة لم يصدر بهما أي انذار ليس بالضرورة أن يكون هناك عملية اغتيال أو استهداف خاصة وأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية في خاي أدرعي كان قد وضع على منصة أكس بأن ما تم استهدافه هو مراكز ومنشآت لحزب الله لم يتحدث عن محاولة اغتيال في الغارة الثالثة علماً أنجي بأنه في الفترة الأخيرة ما يتم استهدافه هو مؤسسات إدارية أو مدنية تابعة لحزب الله هذا ما يلاحظ خلال الفترة الماضية مثل جمعيات تعنى بتقديم المساعدات مثل جمعية الإمداد مؤسسة الشهيد مراكز طبية مثل مركز التأخي مثل مجمع زين الدين الطبي الذي كان أيضاً قد استهدف تلك المراكز في بئر العبد أيضاً كان هناك دار أيتام استهدفت ولكن ليس بشكل مباشر تابع لي السيد محمد حسين فضل الله كان هناك مكاتب لدعم حزب الله إضافة إلى مستودعات النور التي عادة تعطي بضائع ومواد غذائية بأسعار أرخص إذن تكثفت الاستهدافات لأسكان والمواطنين وأيضاً لأهداف مدنية تابعة لحزب الله كما ذكرت كثفت الاستهدافات طيب غير ونعود مرة أخرى إلى ما كنت تتحدثين عنه وفي عجالة فيما يتعلق بالمقترح أو الوثيقة الأمريكية ونرى تصريحات كثيرة من نبيه بري حول هذه الوثيقة حتى الآن صحيح أوساط رئيس بري تتحدث عن إيجابية في الأجواء ولكن طبعاً هذه الإيجابية ليست بضرورة أن تكون بطريقة سريعة البعض يتحدث في لبنان يستخدمون مصطلح تشاؤل أي بين التفاؤل والتشاؤم لأن حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق جدي رغم ارتفاع نسب يعني إمكانية التوصل لاتفاق خاصة وأن المبادرة الأخيرة لم تتحدث عن حرية تحرك لإسرائيل في حال كان هناك أي إخلال لبنود هذا الاتفاق ولكن هناك نقطة وصفت بأنها غامضة بعد الشيء وهي حرية الدفاع عن النفس إن كان بالنسبة لإسرائيل أو لحزب الله هذه النقطة لا تزال نقطة خلافية أيضا هناك نقطة خلافية عن لجنة التي هي يعني التي من المفترض أن يكون دورها مراقبة تطبيق القرار 17-01 وهذه الألية ألية القرار أو اللجنة يمكن أن يكون فيها يعني فرنسيين وأيضا أمريكيين وأيضا هناك حديث عن بريطانيين وعلمانيين ولكن حتى الآن هذه النقطة أيضا لا تزال نقطة خلافية البنود الأساسية هي وقف إطلاق النار وبعد وقف إطلاق النار يكون هناك انسحاب للجيش الإسرائيلي من كافة المناطق التي دخلها في الجنوب على مدى سبعة أيام ينتشر الجيش اللبناني في مرحلة أولى خمسة ألاف جندي للجيش اللبناني ينتشرون وأن يكون هناك فقط يوجد يعني السلاح الشرعي الوحيد هو الجيش اللبناني إضافة إلى قوات اليونيفل وبعد فترة يكون هناك حديث عن ترسيم الحدود البرية وسنبقى دائما في متابعة معك لكل التطورات من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية كنت معنا مرسلة الحدث غنوي يتيم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك